بسم الله الرحمن الرحيم الجواب آدت العرب أنه ينسب العمل إلى الجميع إذا كانوا من عشيرة أو قبيلة أو جماعة واحدة فإذا فارد منهم قام بهذا العمل ينسب الفعل إليهم فادارأتم فيها يعني في هذه النفس ادارأتم يعني اختلفتم أصلا تدارأتم بمعنى تدافعتم كل واحد يدفع القتل عن نفسه إلى الثاني ويتهم غيره بالقاتل والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمر القاتل وما هو السبب في القاتل الله تبارك وتعالى راح يظهر حقيقة الأمر عبر ذبح البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فأمرهم الله تبارك وتعالى بضرب القتيل على ذنب البقرة ليتم الإحياء فقلنا ضربوه أي ضربوا القتيل ببعضها ببعض البقرة المذبوحة فماذا حدث الجواب حسب الرواية أن الميت ضرب بقطعة من البقرة فلم يحيي فقالوا يا نبي الله أينما وعدتنا عن الله عز وجل فقال موسى عليه السلام قد صدقت وذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إلي يا موسى إني لا أخلف وعدي ولكن لينقدوا إلى الفتى ثمن بقرته ملأ مسك ثور دنانير ثم أحيي هذا الغلام يبدو أنه كان من نيتهم ليعطوا لثمن فالله يريد يضمن الثمن لهذا الغلام مالك البقرة فجمعوا أموالهم فوسع الله جلد الثور حتى وزن ما ملأ به جلده فبلغ خمسة آلاف ألف دينار يعني خمس ملايين سكة ذهبية هس شنو قصة هذا الشاب اللي الله تبارك وتعالى أغناه ولغناه بهذه الطريقة سببان السبب الأول بعد أن وصف لهم النبي موسى البقرة طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها إلا عند شاب من بني إسرائيل أراه الله عز وجل في منامه محمدا وعليا وطيبي ذريتهما فقال له إنك كنت لنا محبا مفضلا ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنيا فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك فإن الله عز وجل يلقنها ما يغنيك به وعقبك ففرح الغلام وجاءه القوم يطلبون بقرته فقالوا بكم تبيع بقرتك فقال بدينارين والخيار لأمي قالوا قد رضينا بدينار فسألها فقالت بأربعة فأخبرهم فقالوا نعطيك دينارين فأخبر أمه فقال الثمانية فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمه فتضعف الثمن حتى بلغ ثمنها ملأ مسك ثور أكبر ما يكون ملأه دنانير يعني ملأ جلد الثور يملؤونه ذهبا فأوجب لهم البيع ثم ذبحوها وأخذوا قطعة فضربوه بها وقالوا اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما أحييت هذا الميت وأنطقته ليخبر عن قاتله فقام سالما سويا وقال يا نبي الله قتلني هذان ابن عمي حسداني على بنت عمي فقتلاني وألقياني في محلة هؤلاء ليأخذوا ديتي منهم فأخذ موسى عليه السلام الرجلين فقتلهما هذا السبب لهذا العطاء الإلهي وأكفرت سبب ثاني كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بار وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائما فكره ابنه أن ينبهه وينغص عليه نومه فانصرف القوم ولم يشتروا سلعته فلما انتبه أبوه قال له يا بني ماذا صنعت في سلعتك قال هي قائمة لم أبيعها لأن المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن أنبهك وأنغص عليك نومك قال له أبوه قد جعلت هذه البقرة لك عوضا عما فاتك من ربح سلعتك وشكر الله لابنه ما فعل بأبيه وفي حديث آخر قال النبي موسى انظر إلى البر ما بلغ بأهله الله تبارك وتعالى عوض هذا الابن بسببين أولا لتعلقه بمحمد وعلي محمد وثانيا لبره بأبيه على أي حال أراهم الله تبارك وتعالى قدرته وكما أحيى الله هذا القتيل كذلك يحيي الله الموتى يعني مثل هذا الإحياء اللي شاهدتم فيه قدرة الله تبارك وتعالى الله يحيي الموتى في يوم القيامة فأن هذا القتيل لما ضرب بالبقرة ويريكم آياته في الآفاق وفي الكون وفي أنفسكم ويريكم دلائله الدال على كامل قدرته أو يريكم المعجزات لعلكم تعقلون كي تستعملوا عقولكم وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين